سؤال آخر سائلة تقول ما حساب الرجل الذي طلق زوجته وعنده طفلة ولا يسأل عنها ويتهرب من دفع المستحقات التي وجبت عليه لمطلقته من نفقة ومؤخر وأثاث ويفعل هذا لأنه يرى أنه طالما هي التي طالبت الطلاق وبدون سبب منه فليس من حقها أن تأخذ شيئا في بعض الرجال يعتقد طالما أن المرأة هي التي طالبت الطلاق وكان لها رغبة في الطلاق وبدون سبب يرى بأنها لا حق لها في أي شيء بالتالي لا يعطيها مؤخر صداقها ولا يعطيها نفقة العدة ولا نفقة المتعة وربما أخذ أثاثها وقال له طالما أنها طالبت الطلاق وهذه رغبتها وبدون سبب فلا شيء لها عندي الجواب عن هذا هذا خطأ وهذا من باب أكل أموال للناس بالباطل يا سيد الكريم هي طالبت الطلاق منك بدون سبب حسابها على الله وليس عليك وذنبها عند الله وليس معك وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يقول وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ويقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فطالما أنه أغلق عليكما باب ودخلت بها فقد وجب لها المهر كله إذن مؤخر الصداق المكتوب في هذه الوثيقة هو دين في ذمتك عليك أن تدفعه لها طالبت الطلاق اعلم أنه واجب عليك أن تعطيها نفقة العدة وعلى الأقل أن تمتعها ولو سنة واحدة متاعا إلى الحول غير إخراج وهذه الأساس أو هذا الأساس أو هذه القائمة قائمة المنقولات الموجودة عندك هذه أمانة في ذمتك عليك أن ترد الأمانة إليها متى طلبت منك هذا حتى ولو كانت هي الراغبة فيهناء العلاقة الزوجية وفي طالب الطلاق فما ينبغي أبدا أن يتهرب من حقها لأنه إن فعل هذا فقد أكل حقها بالباطل ويسأل بين يدي الله تعالى عن هذا